أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله وقول من صلى الفجر ظاهره سواء في جماعة وغير جماعة وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده يعني أنه دخل في عهد الله فكأنه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا تتعدوا على من صلى الفجر لأنه في ذمة الله وفي عهده فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء فإن من يطلبه الله يدركه ثم يكبه على وجهه في النار ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن المنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا لأنهم إنما يصلون مراءة للناس فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة